وشافك انك انت مستقر وشافك انه انت برضه فيها بحس انه الثلاث كروة تنجمع هدول مع بعض عشان انه انت عانيد يمكن شافك انه انت عانيد انت شخص عانيد يا برج السرطان يمكن عاندت مع هدا الشخص وبرده انا شافه انه هو كان حاسس معك برضه وحساس انه كان حاسس معك بالاستقرار كان حاسس حلو ملك كان ثابت كان يارف وان يوجه خطكتا بالضبط للاستقرار فكان شافك انك انت معطاء لانه هانش شاف شخصيتك انت معطاء برضه وانك طيب وحمون ومشارك مش طفولية مشارك حقيقية كالطفل اللي لما يحكي لالام انا بحبك معناته صادق الطفل وبيحب لانه الطفل بعرفش يجزب انه يعني يجزب على الشخص اللي هو بحبك وهو بحبهش لما لما الطفل يروح لشخص ويحكي له مسلا انت بتحب ان الطفل يكون خايف منه بظهر مسلا ملامح بتظهر عليها الخوف وبابعد عن هذا الشخص فهو حاسك انك انت كالطفل حقيقي يعني وكمان كانك كالطفل موجود جديد بتحملش اي حقد اي قره لهذا الشخص لا نهائيا وشافك انك انت قدمت له شيء حقيقي عرض حقيقي حب حقيقي كنت معاه طيب لاخر درجة وكنت معطاء وكنت كمان لما تعطيه الفكرة تعطيه هي تعطيه هي بحب مش تعطيه مثلا بعنف او كبر انك انت واو انت حلت له مشكلة لا وكاني شاف لما انت تحلل له مشكلة تعطيه الحل بطريقة عفوية وطريقة حب وود كاني شافك انت ودود كتير يعني انت دائما بتحب تبدأ معاه وبتحب تتطمن عليه وشافك انك انت انسان بتحب تتطمن على انسان اللي بتحبه الطيبة طبعتك هي اللي خلتك دائما يعني توجه هذا الشخص للمسار الصح هو شافك انه انت دائما كنت تتواجه بطيب مش بك يعني بانه انا خليتك تعمل كذا وكذا اشكرني لا انت كنت تتواجه له من محبتك الى من حبك الى هو شافك انك انت بعدين انت شخص موجك هادي مش مش يعني عصبي او الايجو عندك عالي هو شاف انه مش عندك ايجو او يعني الكرامة زائدة لا انت يعني بتروح ومعندكش مشاكل نهيا في الاصلح يعني بتصلح اه يعني طيب من الداخل هو شافك يعني انت دائما بتبلش يعني انت بتجيش مدقاء مثلا نحكي الفاتج والنايت النايت دائما بيجي عحصان وماسك الكاسة قدامه وممشي خطوة خطوة وشوي هيك هين انا اجيت وفتحوا لي الابواب كلها واستقبلوني في مثلا هللول اني انا اجيت وانت بتيجه عاجريك بكل طيب وخاضر وبكل اه اه تواضع متواضع ايوة انت متواضع لما تشور عليه كلت بتواضع تشور عليه لما تبين وحبك كنت متواضع كل طواضع تبين له كل شيء شافك طيب 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 لدرجة مبالغية شايف وشايفك طيب طيب لدرجة رائعة شايفك يعني انت بت اذا هو كان مسلا في غضب وفي كمة الغضب انت بتطب عليه وتعرف تعطيه حلول بالطيب وشايفك ان انت روحاني جدا 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 طيبتك روحانينتك عالية شايفك انك انت كمان اذا هو مسلا سبق لك اذا انت بتظل متسامح وبتترك الامور لله وشايفك انت مؤمن بالله جدا انت مؤمن بالله بعضاء الله وانت دائما اه مؤمن انه الحياة هي او شافك خلال علاقته معك شافك انك انت متساوي اه مؤمن في المساواة واعطاء الناس حقوقهم زي ما انت بتاخد لازم تعطي اه اه احتمال هو شافك انك انت مستقر في علاقة وانت كن طرف ثالث وهو كان طرف ثالث عفوان واحتمال انه شافك انك انت بتهتم برضو للماديات بتحب تكون مستقر ما بتحبش انه انت تحتاج حدا بتحب تضل مستقر وما تطلب لحد اي معاونة بس هو شافع طيب جدا 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 برج الاسد برج العضرة والاسد كن المرة طيب بس هو زعلان هذا الشخص جدا على الفرابة هو عارف انه انت ذاتنا انه تدخل طرف احتمال هون من نحيطه مش من نحيطها كمال في حد عرض عليك الحب لكنك انت خلص سكرت قلبك لانه انت حسيت ان الحب انت مش مقامل في الحب وانت مش حسس بامان داخلي او مش مؤمن لحدك ييجي نحيطك انت قلقت قلبك وخلص انت حكيت انا بزيادة هيك خلص اتبت اني انا لسه طالع من تجربة فاحكمال انه يكون في حد عارض عليك الحب وانت خايف تقبله لانه انت مش مؤمن في الحب فهون نقول لك انه السلام بيجي لما انت تؤمن في الحب انه الحب موجود والتسامح تنساش انه لازم استيرتسامح لان الشخص كلهم ابدع فيك زهق من الاخر زهق وانتجرت فيه يعني ان انت كشفت حقيقته كلياتها ورميته من البرج كله يعني انه مو زي طهق خليك يعني جبت يعني وصلت معك لمرحلة انه خلص تسامح بكفي انه لازم تحط لستو وتطلع من حياتك انا حيث انه انت اكتشفت انه هو في علاقة طيب ايه شو نوايا نوايا دفول وخط له طبع التوقص نوايا هي البداية الجديدة نبالش من الاستفاق نبالش بداية الجديدة نوايا بس شو هي البداية بنا نشوف اش هي البداية مش عالف بداية نبالش بداية وبداي روح الشخص هذا نوايا يستقر يستقر ماتيا باحتمال انه اللي بينكم كان مشروع وهو ختلك في المشروع هذا وانت كنت تعطيه هو ياخد بس ما كانش يعطيك فالشخص هذا نوايا ماوي انه يقدم لك عرض بس خلينا اشوف اش كطته يتوقف صورت وانه بداي يتباعد الشخص ادي يتباعد بدايت وازن استقر بداية نشوف الشخص هذا شنوايا من ناحية ناحية ده برج السرطان شايد برجك انت السرطان بالعقرب بالعقرب بالدلطان عندي بديهيش لنفسه بشكل الشخص هذا مش مسؤول الشخص هذا مش مسؤول بشكل الشخص بس بس روغن تزرق انت اللي افترة موش لانه رأى انه شايفك انه النايت تفنتك نشوف انه هو انتلاعين انه هان هو شافك النايت استقر عفكرة الشخص اللي بده بالش بده جديد ويستقر زيك هو بده يستقر زيك ويصير طيب زيك وفي حاله وهادئ وكمان هو بده يفرجيك انه هو قادر يبده بداية جديدة لكن بغيد عنك ومش قربي منك الشخص هذا يتباعد يمسك ع نفسه ويتباعد احتمال الشخص هذا يتباعد عشان انت تبالش معه انت يبرج السر تقدمنا العرب يستعطفك انه عرفنا التطير مش رح تقدر تباعد عنه واذا تباعد رح انت تخاف عليه وبدك تعرف يعني شو اخباره وليش وليش يتباعد اختفع تختف الشخص هذا عشان انت اللي تبالش انت هون انت اللي تسأل عنه وبتخليك تراقبه بتعرف اخباره او بتعرف انه بلش بداية جديدة او بتباعد عمال لانه يتباعد يباعد عمالك بعيد كتير يغير اتجاهن يغير اتجاهن يباعد يستقر ويخلق عن موضوع مؤقتاً المهمومة نقول لك فيه نيولاب انت شوف اللي نيولاب بجديد لانه فيه حب جديد ونقول لك انه السنة من الداخلي بيجي لما احنا نؤمن في الحب لما احنا نقامل انه فيه حب في الحياة يعني اجيد راح خلينا اشوف لك بس التمنكرت بلما نسكر الحلقة لانه مش هارف الشخص هذا كيف شخصيته يعني شخصيتهم بينا مش مسؤول ويحب يعمل نهفات يعني يعمل مقالة انه يتخبه فانت تقلق عليك فانت توح تسأل عنه تمام يعني مش انه حلها بالعقل يعني هو عارف انك انت راح تقلق علي وتسيب تسأل هو طب وين اختفى هو لاش تباعد هو ممكن مريض فبدي خليت تقلق عليه هيك يعني حس انه بيج طفولي تفكيره طفولي يعني بدي يعمل حينه عنيه ويبقى ويمسك نفسه كمالت الشخص ته علاقات متعددة ميرق بعلاقات كتير فهو عارف انه كيف يقدر يرجع العلاقة يعني ميرق بتجربة كتير فعارف انه كيف يرجعك يعود يرجع اتجاهك لعنده هون بيحكو لك تذكر من انت انت طفل قوي ومحبوب من الله انت محبة بالغاية انت طفل محبوب تذكر ان من انت انت طفل محبوب انت شخص محبوب من الله ومحبوب للغاية لانك انت طيوب وقلت لك انت كالطفل يعني انت هو شعبك كالطفل وشعرك صادقة زي التوب الأبيض النقيق فان بقول لك تذكر انت مين واذا في حب حياتك جديد خدا لان انت بحاجة انه تعمل انه في حب طيب عشان اعمل طيب هل هذا الشخص بحبك هو هو متحفز فيك جدا جدا مركز معي لكنه الشخص هذا انت بيعرفش يتصرف المواقف السبف على وقود فشو بيعمل بغرب عشان انت تنحق انت يعني يخب المشاعر وكل اشي عشان انه انت تحنل لو ترجع تشتوق لو ترجع انت شو محبك جدا انت لانت افن تكر بتوقف كبس يعني اكتر من هيك يعني هون خب بي حتى بتش حكينا بتش حكي اخوة يعني كاف الكشفتو عني ولأ احنا نعرف الشخص هذا بحبك جدا بجدا انت منست اللى بحس معك الحرية وبحس حالا ان الطفل او مدلن بحس حالا مدلن معك وبحس انك انت بتفهم من نظرة عيني يعني لما انت تشوف حيني بتفهمه طوالي وبتعطي المساني شو بده فهو محتفظ فيك مشتعل من راسك حيني ايه بخلينا تشوف انت بورد السرطان شو مشاعر انت من ناحيته انت مكسور قلبك و انت تعبان جدا انت فيكم التعبك عشان يتم قولولك سامح وان عشان تشوف ان الحب موجود انه لازم يتسامح عشان يكون فيه سلام داخلي عفوا لازم يتسامح وعشان يكون فيه سلام داخلي كمان انه تؤمن في الحب انه فيه حب انت غلبان انت مكسور قلبك بطلجة يعني طيب هذا الشخص شو عمل فيك ورشي اللي حبيني على غازك 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 علاقة الشخص هذا الشخص هذا غازك علاقة غازك بشي حمال وقص عليك كان قوسي عليك قوسي الحكم الشخص هذا كان قوسي عليك جدا ايه بطلعالة مخنوق ايه ايه بحيه انك مش قادر تحكي يعني ملتزب الصمت ايه الشخص هذا اكسلط عليك انه شكك ضيب ايه الشخص هذا تعمى تكسر قلبك وانت بتعرف ان هو تعمى تكسر قلبك دخل طرف اخر عنك الشخص هذا طرف اخر تلاشاك واخد علاقة اخرى طرف اخر ثاثر عنك بكلام كان قاسي جدا بالنسبة لك كسر قلبك هذا الكلام او الموقف اللي شفته هو كسر قلبك وهو كان يعني قاسي معي يعني بدون رحمة عاملك بدون رحمة برضو برج السرطان فلان احتمال ان تتعامل مع برج السرطان فلان او كأنه مثلا حطلك بلقو هرب حكي كلام وكان قاسي بالنسبة الى قصها على طلبك وشرد تعب وشرد ممكن حطلك بلقو وهرب فجأة انت حطك بلقو وخلص انهيت الموضوع لان قلبك انكسر خلص يعني انجاد التحمل اكتر من هيك خلينا اشوف اه حكينا احنا برج السرطان زيك يا برج السرطان بس اطع من كسرات الالب هاي خلينا نشوف نصيحة من الترط اليك يا برج السرطان كيف تشاهدنا ارم الماضي ورا دهرك فكر في حياتك واطع من العلاقة التباتية اذا انت كنت في علاقة التباتية اطع منها واتقدم خطوات لقدام في اشياء في نيلة جايك وانت محبوب من الله وبس انت محتاج التسامح ومحتاج ان انت عشان تحس بالسلام داخلك واتمشي لقدام محتاج انك تؤمن في الحب يعني انت احتمال بجيك اشخاص وانت بتقول لك بديش انا مخاف يمكن بس ارجابني يروح متل الشخص اللي قابله فانت قدم لقدام اترك كل شيء وراك وفكر في مستقبلك وفكر في نفسك تقدم فقط فكر في الايش اللي في ايدك انت في مشروع في شخص امامك في شيء فكر في عائلتك واذا انت حاسس ان العائلة هي مثلا تقيدتك ومش قادر تطلع مسؤول انت عن عائلة اطلع اكسر اللي قاعدة وحب نفسك تخليش يعني يحبك للاخرين يكون على نفسك يجي على نفسك فانت بس قدم لقدام اقرب الماضي وراك وفكر في مستقبلك في حياتك انت يجب علي اطلع ايه يجب علي اطلعات مائية نورية وهوائية وطرابية كل الطاقات موجودة في الكراءة ايه شكر املك يا برج السرطان اذا حبيت تحكولي شي قصتك ووش الشخص اللي سوا فيك وحكولي في التعليقات لانا شكلها يعني جايب اخر لالنهاية جايب معك يعني انت تحملت فوق طاقتك بس عفكرة ده احكي لك اذا الشخص اتركك عشان ترك اخر فهو بنفس العامة حاليا لكن انفصال قاسي حق قاسي يعني بمر فيه وهوг على فكرة فهادة الانتوا صعلي تذكرك والئتشوش كيف تركك وصار يقارن بينك وبان الشخص اللي بنيفصل عنا فانا بس اطرق افراح لبرج السرطان ربنا ما بضاية حق حدا ب니اء شكرا انكم بس امحك إذا كنت جديد معنا في القناة اشترك فعل الجرس ليس على كل جديد لا تنسوا اللايك جميعا